السلام لإخوان تحية لجميع الإخوة الرجويين والجميع المغاربة جمعة مباركة لجميع المغاربة ولجميع الرجويين فاليوم تنفكر في واحد الموضوع وطبيعة الحال الموضوع اللي كتمليه يعني الإعلان عن جمع عام لفريق الرجاء البيضاوي وردود الفعل المختلفة اللي كانت على الجماعة الضجوية فردود الأفعال اختلفت بين من ينادي بطبيعة الحال برئيس معين ويدافع عنه وبين من ينادي بطبيعة الحال بالتفكير ماليا قبل الإقدام على اختيار أي اسم من يتوجه للمنخلطين هناك من يحاول أن يفريط اسمه من خلال عدد من الصفحات أنا غير واحد القادية يعني بطبيعة حال قرارة عبرت عليه من قبل خديت القرار السليم بالنسبة لي أنا هو أنه انبعاد على اقتراح الأسماء وانبعاد على تطبيق لأي اسم نهائيا أو أنني نعطيها سوكوك الغفران من البداية كل واحد يتبت نفسه ويجادراتهم من خلال العمل هذا هو الموقف السليم فهذا يجب أن نستفيد من دروس الماضي هذا الشيء أكيد إذن في هذا الإطار ففكرت واحد القادية ليس غلية أنا فكرت أن واحد القادية ربما كتب لي ممكن تعطي نتائج تمليس بل الجماهير بصيفة عامة من أجل استخلاص دروس الماضي وعدم الوقوع في نفس الأخطاء ما هي هذه الفكرة هذه الفكرة تقوم على ما يعرف أو ما أسميه تجاوزاً دفتر تحملات الجمهورة الرنجية ما معنى دفتر تحملات الجمهور الرنجية هذا ليس كي يبين شروط للتجاع الجمهور الرنجية فالمقصود منه هو أن الجماهير الرنجية يعني مستقبلاً وبالنظر تجريبة آخر اللي كانت مع المكتب دير البدراوي أن الجماهير الرنجية ترجع للور هذا توجه الأغلبية ربما تمشي فيه يرجع للور ما يبقاش يختاروا ويدافعوا لإسم معين وإنما في العودة اللي غندافعوا على واحد الإسم معين ندافعوا نركزوا على العامل نركزوا على البرنامج ديال هاد السيد هذا أشنو مطلوب منه قد نضع على فلان وفلان وفلان تهمناش الإسم ليس كونه هو اللي غد يكون اللي كيهمنه هو واحد البرنامج نحطوه كدفتر تحمولات واضعها الجماهير وهذا دفتر تحمولات مطلوب من أي رئيس بغا كل شيء يتقدم الله يجعل ما يتقدم مية مرشح المهم أي رئيس فهذا ترشح فاللي ما حس اللي ما عندوش القدرة أو المثل نفسه ما عندوش القدرة بشي يمكن لي يحترم هاد دفتر تحمولات وهذا النوقات هادو فبلا ما يقدم ترشيح دياله غير جعل له غد قولي يا طيب كيف الجمهور الراجعة يمكن لي يضغط على هذا الرئيس أو يقدر الرئيس يقول لك يوعدك وما يدروا له فأنا جايل هاد دفتر تحمولات غد يكون مشمول بواحد الشروط نهائية اشنا هي هي أنه هاد النوقات هادو كل نقطة كل رئيس بغيت ترشح لرئيس التراجة يعطينا يعطينا كل نقطة من هاد النوقات اللي غد نكرون دفتر تحمولات يعطينا يمتى التاريخ فاش غد يحققها تاريخ فاش غيبدأ بها العامل غيبدأ غيبدأ يخدم فيها تاريخ ديال التحقيق وديال التطبيق ديال هادك النقطة النقطة التانية هي بش حال غد تقام هاد النقطة وش حال الميزانية ديالها نقطة التالية هي منين غيجيب هادك الميزانية غاش غيديل هادك العامل حالا قناة التلفازية غد يعطينا التاريخ فاش غيديلها الميزانية المرصودة لها شحال ويمتغي يبدأ تنفيذ ديالها علاش هالثلاث النقاط مهمين جدا في دفتر تحمل باش كيمكننا منوقعوش أخطاء الماضي في الوعود المعسولة اللي ما كتطبقش غنوالي وعدنا سلطة المراقبة من بعيد طبعا بالحال القانون اللي عنده سلطة المراقبة هو المنخرج لأنه القانون تعطيه هاد الصيفة ويعطيه الإمكانية انه يراقب المكتب الموسيقى ولكن هناك جمهون غنواليوا دفتر تحمل ديالنا وللعبوا دور المراقب من بعيد بمعنو مراقب طبعا بالحال غتسولوني اتقول مراقب بأي سلطة واش عند الموجمول عنده شي سلطة باش يضغط باش تكون ديك المراقبة ديالته ويكون الضغط دياله يعطي نتيجة غنقول لكم سهلة عدنا متانا اني نفيد قناة تلفازية تيقول الرئيس كي واعد بأنه متان غايدينها من دابة واحد خمس شهور غايدينها في العامات فهذا ديك خمس شهورني غايدينه من ديما غايدينه اول حاجة وهنا غايدينه الاسلحة اللي عدت لشم هون مقاطعة الملعب مقاطعة الملعب ولا تيكي واحد يتباع داكن النقطة التانية هي الضغط المتواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي طبيعة الحال راهها اعطت نتائج وراه بينات الفعالية ديالها اليوم رابب لما تتجت مشي توقفك الدم لوازيز ووسائل التواصل من ليك تكون الكتافة راك يكون عنده واحد نوقع كبير راح فينا الحملة ديال الراجعة ودرت في الجامعة دونك هدو وسائل الضغط نقاطع الملعب من شريش تيكي من دا عمش للفارق باتاتم يجيش وعد يقول لي لك الدعم الراجعة دك لك شسالة ديك لادر داب احنا كنعيشو عاصل اخو وخص الجمهور يحاق دائما على السلطة ديالتو ووسائل واسلحة الضغط اللي عندو باش يمكن ليه يدفع اي رئيس انه يحتارم ذاك الوعود دياله ويطبق معنا ذاك شي اللي يوعد به النقاط ديال الجدول الأعمال بشي ما نطوش بسرعة وهي عادة نرى مشيش حاجة غريبة هي ذاك شي اللي كنتمنى وحنا يكون في الفرقة واللي يوعد به هذا الرئيس هذا الخلب الدراوي ويوعد به وما وفاش به النقاط هي التالية الأولا إعادة الفريق لتحقيق الألقاب محليا وقارليا هذا شي احنا كنعرفوه إعادة الفريق أشنو خصو القوام دياله المهم هذا كمبدأو كهدف خصو يتحقق وخصو يتعطانا الوسائل دياله وامتغي الدار في الوقت وامتك هذا ثانيا انتداب مدذب ولاعبين بجودة كافية للمنافسة على الألقاب ما تقولش لي حذب هذا اللي فات قال لك ودينا نجيب لعبين مستوى العالي طيب مستوى العالي بالنسبة لك انت حسب السوق المحلي وحسب مستوى الكورة في المغرب ومستوى المنافسة الإفريقية كذلك مستوى اللاعبين اللي هما يعطون نتائج مزيان ومستوى الإفريقي هذا المستوى هذا إذا ما كنتش انت حذب الرئيس اللي فات ده بكنك يقول لك أحسن اللاعبين وبنسبة لده اللي جاب أحسن اللاعبين إذن كيخصنا رئيس اللي اللي يجيب اللاعبين في مستوى المنافسة المحلية والقضية يخصي يكون هو بعدك يعاف الكويري هو تعاف شنو الكويري أما لك الكويري بالنسبة لك تحت المتوسط تيبال لك انت كويري كبير وتيبال لك لعب كبير فأنت ما غير تصلح للناجة من الضيبها إذا انت داب لعبين ومدرب كذلك لأن المدرب هو اللي يكون أصل حربة هو اللي يختار لك اللاعب ويختار اللاعب اللي يمكن يمشي مع التوجه ديالوي لا عنده شي توجه عنده شي خطة ماشي مدرب اللي شامر ما بغا التواحد لك مدرب اللي هو عنده مكان تكرير إذا اختيار اللاعبين الأنسب يعني بجودة كافية كنقول تالتا تالتا تسوية الوضعية المالية للفارق وهذي كذلك من بين أهم دفاتر دفتر تحملات خصك جيت يا أخوك رئيس ستجيب تسوي الوضعية ليس ستجيب تقول لي لا سنجري عبدك ما الذي تدخل للنجا هذي اللي بغين يجري والنجا غير ما الذي تدخل هذي يبقى الله لا يمكن أن نرى هم و لا يمكن أن يترشحوا عنهم لا يستجيبون لدفتر تحملات إذن وضعية أي رئيس غير يمشي من النجا يطعوه تشتد النزاعات لما كنا عارفينه من قبل لكي نعرفه بأنه لم يكن تفاجئه في النزاعات جديدة سنعرفه أن السبب واضح هو أن ما الذي يكون عنه النجا يمارس يكون يخبيها يخبيها لكي لا تنوت 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 إذن يخبيه يخبيه ويخرجه 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 لكي نعرف رئيس لن يأتي لأنه النزاعات لن يأتي لكي يبقى معه ثلاثة ويربح الوقت وخاصة هذه تحملات يكون لديها تاريخ ويكون لديها برنامج ويكون ميزانية ومنين سأتي لكي الميزانية لكي لا يقول أنه سأتي خمسة مليار أو الديفير ومن مداخل الجمهور ومداخل مداخل المسجنة ومداخل مداخل 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 الصينية وطلب إذن خص كل هدف من هذه الهدف تكون الميزانية والتوقيت ورح طيب من بعد كان توسيع قاعدة مخيرات هذا الهدف الهدف توسيع قاعدة مخيرات هي الجوهرية ومبيل الحويج الذي يطلب بها والذي يخدم أي رئيسي ومع 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 عفو ونقول لي لماذا كيف مانيع وماذا أنت جيد الرجال الذي لا لديك قدر أن تفرض على المنخارطين يقبل هذا غير هذا ومع يقبل هذا ومع الجوهر لأنه هناك المئات والألاف من الرجاويين باغ يعونا فقد دعونا 2000 درهم 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 مرحبا لا مشكلة سوف نقوم بإمكانكم طريقة بسيطة وسهلة لكي تحافظوا على المنخارطين لأنهم سوف يدروا الكائلة هذا المنخارط سوف يحافظ من مكان هذا 20 درهم تبقى 20 درهم ولكن ما سوف نقوم بإمكانكم سوف نقوم بإمكانكم 20 درهم وسوف نقسم هذه الأصوات بمعنى بالنسبة للراجا لدي 2000 درهم من خيرة هذا صوت لديك صوت سويد 2000 درهم سوف تضع 20 درهم سوف تقول لديك 10 درهم 10 درهم لا مشكلة لا مشكلة إذا غلبون أصحاب الذين لديهم 20 درهم غلبون لا مشكلة المهم أنه أرى هذه القضية بالعكس سوف تجعل أحد العدد الرجاويين لا هنا في المغرب ولا في العالم أنهم ينخارطوا باش يشكروا أحد القوة ويغلبوا ويغلبوا كلمة سبقه كلمة الفصل فقرارات التي تهم حياة الرجاء البيضاوي نقطة الخامسة تقوية وسائل التواصل مع الجمهور وأبرزها إن شاء إداعة أو تلفازة خاصة بالرجاء البيضاوي هذه مسألة من أهم العناصر للضفتر التحمولات التواصل مشكلة في الرجاء جماهي الرجاء يعني تعيش أزمة كبيرة في الحصول للمعلومة وهذا يجعل الصفحات تكتره وهذا يجعل تشوي كي يكتر وتخلق مشاكل وحتى الناس الذين يعاديون كي يستفدوا من هذا الفراغ التواصل الذي كان فرنجا إذا مسألة التواصل مسألتها بالتاريخ إمتى يكون المشروع ميزانية وتنفيذ طيب التعاقد مع الشركة يعني إنشاؤ لجنة تقنية أو إدارة تقنية التي سيوكل لها اختيار المدرب الملائم لهذا السنة ومدرب المقبل إدارة تقنية من كبار الناس تقنية اللي عندهم الشوفة اللي عندهم الخبرة تقدر إدارة تقنية متكاملة ما فيها جوجلة ثلاث الناس سيكون فيها سبعة ثمانية الناس يعني من المستوى العالي اللي عندهم الشوفة اختارونا المدرب لمناسب لأسلوب برنجا وهذه طريقة لعب برنجا وهذه المدرب سيكون عنده القدرة وعنده ثقافة الألقاب باش يمكن الحال حققنا الأهداف هذه الألقاب وكذلك يبنين لنا فريق يعني فريق قوي فريق بلاعبين متميزين وقادرين للعب الكرة مشي لعب كيت راعد بغينا اللي يقلب على نص الفرقة صغيرة بغينا فرقة قوية تكون من 4 إلى 5 اللاعب اللي يبقوا في الفرقة وشي لأخوة عطيونا فرقة قوية وقادر لتحقيق الألقاب خاصة إدارة تقنية ضروري ومؤكد ومستجد كذلك في التاريخ والميزانية المنصودة لها وكيف تكوين وكيف حمل النعص ويكون فيها وكيف المعايير يخصم يكونوا في أي واحد وعضوا في ذلك الإدارة التقنية التعاقد مع شركة للقميصات وشرف وتاريخ النجا وشركة بدون مشاكل الشركة تقنية مشاكل من الأول فرضوا علينا أننا نشريه في العملة الصعبة ونشريه في الزيت عزيوني هذا معنى هذا أنه ديجا همات يفرضوا عليك الشروط دياله ونحن ما بغيناش رجاء فريق كبير كخصة هي التي تفرض الشروط دياله على حامل الأقميصة أو ممويل الفريق من الأقميص بطبيعة المستشهرين يعني بطبيعة التعاقل مع المستشهرين من قيمة فريق الرجاء البداول المستشهرين لدي قوية القاعدة المالية للفريق ماشي أي مستشهر الذي يعطينا جوش فريقات ويبقى يحسب فريقات يخص ضروري من المستشهر الكبير لأنه الرجاء يحتاج للمهان ترميم ملعب الوازيس ترميم ملعب الوازيس لأنه ملعب الوازيس يرى الله العظيم الذي يأتي ترى فريق بحل الرجاء البداول لا يوجد ملعب على الأقل الرجاء يكون لديه ملعب لديه المتفنش عظم ملعب هل أنت ترى ملعب الزاولي يوجد فريقات ملعب الزاولي لا يوجد عظم ملعب الرجاء الراك ما يوجد من الأقل لديه الراك لديه الراك لا يوجد بخير الويداد عندها ملعب هو عظم فريقات لم يكن لستغلي المباراة ولكن لديه منعب كبير ملعب تستغلي رأي مبلعب تقدر في حفالات تقدر في اسمه يعني يعني لا يوجد منعب الوازيز يستجب اسمه الاسم البيضاء إذا يجب الرئيس يقلب أنه يوسع هذا الملعب لأنه تشوفه تلعب غير لسبوع لسبوع يلاعبون هذا النهار لم يتفرج في لسبوع كانوا لعبهم يوم يوم يعني الداحيس والناس خمسة دريجات اللي ديرين الناس كلهم يدكت مقاعد يشتفين يقلسون يتفرجوا واقفين واحد كرفيس واحد الويد لماذا فريق حفال الرجاء لا يوجد ملعب في الإقراض على الأقل يتفرجوا في الشبان أو يتفرجوا في التداريب على أساس في المستقبل تكون قاعد التداريب بالمقابلة نخلص خمسة درهم ونخلص تفرج التداريب الفريق والفرقة تستفرجوا ماديا في نفس الوقت لا يوجد في تقلص لماذا لا يوجد لدينا أقرار دائية من هذه جهة والوسط لماذا لا يوجد لدينا ملعب بحل أبجيغو لماذا الرجاء لا تبادل مع الرجاء لماذا لا تضغط لماذا لا يوجد لدينا رئيس الذي يضغط على الجامعة ويضغط على السلطات المحلية لكي يكون تبادل ما بين الرجاء وما بين الرجاء الرجاء تأخذ تأخذ البرجيغو والرجاء تأخذ تيران الرجاء وفي تيران الرجاء كافي الرجاء الرجاء يتفرجوا في 16 واحد كافي نجلس تريبين تعلوازيس لا يوجد مشكلة سيديون نعود نزوق وقوة البرجيغو ننصر ونصوب ونقول لدينا ونقول لدينا في ماتشات لدينا يجبوا واحد مستودي الجماهير متوسطة أو صغيرة 20 ألف متوسطة لا يوجدون مقابلات كلها سنستفيد مادية لأن الفلوس سنستفيد نعطيهم المسؤول المدينة سنفر الفلوس سيبقوا ديون ما يقسم معنا البرجيغو لذلك على الأقل سنربح 11 المقابلات في الموسم البرجيغو لدينا 100 برسو بطبع بحال ما قتطاع الأجراء ديال رجال البوليس والأمن وكذا وما جاور إذن على الأقل في غياب جميع الحلول إصلاح ملعب الوزيس لا يستجيبوا لفريقي من قيمة الرجاء البيضاول على جميع المستويت وضع استراتيجي التكوين خاصة استراتيجية التكوين لن يجيش غدا كوك ف قدراوي أنا ما فهمت جاب هذا السيد من أمريكا اللاتينية الجنسية فرنسية وما عدت هو من الأصل ميكسيكي وما عدت برازيلي وجدك شي جابوا رأي قال سيلا ما عرفت مدى تتخذ ما عرفت ما عرفت أنتخذ مجنية وفينا تتكوين وش بدأت تتكوين في الأكاديمية ولمبدأ شي تتكوين 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 ومكوين مستوى عالي وفريق تتكوين ليس جاي بوحد ويشوف ويشوف هكا تتكوين لأنه مستقبل تتكوين ويشوف تتكوين ويشوف تتكوين ويشوف مستوى ويهني ونمانتدابات تتكوين ومدربين ومكونين من المستوى العالي هذا لا يقاريش براقب يزيد القرار حماية مصالح الفريق هذا كذلك عنصر مهم في دغطات لا بد من حماية مصالح الفريق يمكن شرائيس الفريق يشوف تتعرض الظلم على جميع المستويات ويتفرش لا يمكن رئيس يرى فرقة تحرمات من المشاركة في العالم رغم أنه لديها الصيفة الممثل للبلاد وكأس العالم العفو المغرب ويتفرش لا يمكن رئيس يرى فرقة في الأفريق هذا صنيف وعند الكاف وعند الفيفا أربعة معه الأوائل ولا يشارك في الأفريق من المشارك لأنه لا يمكن من المشارك من المشارك ويجعل حمل لا يمكن أن يكون هذا مستعد من المشارك لأنه يكون هذا كائن في الدفتار تحمل وإنك من المشارك هناك أكبر لأنك ما تخصص موضوع التاريخ سيتنفذ وكذلك الميزانية المصودة ومصدر هذه الميزانية لن يكون ما سيجلب المال من يجلب من يجلب من الجمهور ومن يجلب من يجلب حين ما سنجلب من يجلب تنظر أن هذا هو الحل أنه في نسبة لك جماعير يكون عندنا سلطة المراقبة عن بعيد وديما كان آمن بأنه الجمهور يلعب دوراً كبيراً في مراقبة الفريق وفي حماية مصالح الفريق الذي يناديه بأن الجمهور من خلص قراص ومن قشي هذان ما يبقشي بالخل هذو ناس اللي يبغين يضروا الفرق هذو ناس اللي يبغين الفرق تبقى في يد واحدة مجموعة تحكم فاكما بغت فكما بغت تكون نازاها كما بغت تكون الحياديية دي المنخرين نابدك لين الناس فوسط وغادي هار يضر من هنا ويضر من هنا ونستبغي مصالحة إلى آخير فالجمهور هو سلطة المراقبة والمنخريط هو برلمان الفريق هو برلماني الفريق هو الناطق باسم الجمهور اللي جاوي يستعبر على آمن الجمهور ويراقب دكشي لكي تسناه الجمهور وشيتحقق ولله وراء المنخرط هناك الجمهور والجمهور يجبوا آن يلعب الحياد في اختيار الرئيس ولا يطبيل الرئيس فقط منركزوه على الشخص منركزوه على العمل اللي يخصي دير هذا الشخص والتزام هذا الشخص بهذا العمل وفي التاريخ وبالميزانية وإن شاء الله يكونوا على يقين بأنه هذي طريقة جد جد فعالة اللي غتخلينا نوصله لمساوة سيري أحسر من الماضي وفي نفس الوقت عدنا وسائل الضغط اللي هي تيكي اللي هي لاكات منشري تيكي منشري لاكات منمشري الملعب منشري الملعب كيسفر لأنه أي مسايا غير راجعون على يقين لابد تقتلوه هي أخواليه تينا لذلك عدنا وسائل الضغط هذي وسائل الضغط نخدموه بها في الوقت المناسب إمتغي نخدموه إمتغي يكون هذا الوقت المناسب هي الوقت لهذا المرشح بعضنا برنامج واضح بالتواريخ عدنا له بالتواريخ باش نشدوه حي واش غايدير وما غايدير شاي إلا غيصر نحن بحل الفاتو غنوقفو له وغادي ندعو عليه حملة وإن شاء الله كونوا على يقين أنه غادي مشي بحاله ماشي طول إذا إحنا ما شكيهم مناش ندعو سبعات إلا الرؤاسة في الموسي ما لدينا مشكلة المهم للقاول الموسي المناسب الذي سيدفع الرجاء إلى الأمام وإلى تفادي أخطاء الماضي هاتش اللي بيت نقول دونتم بخير للقاء السلام عليكم